المعدل العام للباكالورية 19.15 الأوائل من تحضيري حتى الباكالورية وهي الأوائل اللي يرى عندها 19 في الجيهوي 19 في الوطني إذن هناك تتعطبك تلميذة متفويقة لا ما كنظنش نمشي لبره قرف المغرب لا هي في الحقيقة أنا ما عنديش لا انستاقرام لا فيسوق لا تيكتوك لا يعجبنيش نعيش ذاك الحياة الفترة دي يعجبني نعيش الحياة الحقيقة ورغم ذلك الحمد لله واخذك شي كامل برافو لها الأستاذ اللي بغي يقرأ بغي يقرأ مفصول لا حراء ولا دي الدولة في الحقيقة ما كنش كانت وقع أصلا ما كنش في خباري يعني يالله هاد ساعات القليلة باش قالوا لي بلي أني تحصلت على الرصبة الأولى في المديرية ديالة طانجة أصيلة تفاجأت في اللول كان الهدف ديالي أني نحصل على معدل 19 ولكن باش أنا ننتحصل على الرصبة الأولى في المديرية ما كنش يعني من توقعي ديالي التفوق في الدراسة ما عندهensitive 안� Review لانه تقرأ في المدرسة الخصوصية والمدرسة العمومية يعني الإنسان سواء كن في المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية خلصه أنه يخدم ويدر المجهود دياله ويحارب حتى الآخر لحدة مش أنه يحقق الأحلام دياله ومعندهش علاقة بأنك تقرأ في العمومية أو الخصوصية في الحقيقة أنا ما عنديش لا انستاغرام لا فيسوك لا تيك توك ما شاحت يعني لأنه الشخصية ديالي ما كيعجبونيش ذاك المواقع ما كيعجبنيش نعيش ذاك الحياة الفترة دية كيعجبني نعيش الحياة الحقيقية يعني كنفضل أنني نقضي الوقت ديالي أنني نتعلم شي حاجة أنني نقرأ شي كتاب على أني نقضي الوقت ديالي باش أنني نهضر في مواقع التواصل الاجتماعي جدو نظام تنظيم الوقت تنظيم الوقت وأن الإنسان يحطى رأسه أهداف وواحد الحاجة بالنسبة لي أنا أنا علمية وتخص الشعبات علوم فيزيائية أني كنركز أن التلاميذ خصوم يبقوا يفهموا الدرس ديالهم يعني ما يبقوا شي يركزوا مثلا على الخدمة بزاف يعني إلى التمارين وعلى الحفاظة حيث الفهمة هي اللي كتخلي أننا نعرفوا التلميذ واش بصح عندوا واحد المستوى فالجاويت حصلت على 19.25 وفي المعدل العام للباكالورية 19.15 كان هدي النجاح أول الوالدية ليسندوني فهذا الفترة واللي كانت صعيبة بالصح صعيبة بزاف وكان هدي الأساسي ديالي والأوتور التربوية والإدارية ديال التنوية التأهيلية بأرأنزارا مع عمره درت مع فضيلة صديقة من اللول ديالة من الأوائل ديالة من التحضيري حتى الباكالورية وهي الأوائل ديالة كنت تزيد لساعات إذا؟ لا أبادان 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 كما كان لساعات إذا؟ أما كان لساعات لأو الحمد الأساتي لدينا كيخدموا معها وكذل الأساتي لدينا كيتعملوا معهم زيان والحمد هي من لول خلوق هي حدودية واخدار ديالة نامز مأوخة في الدر هي ديامة مركزة على دور الزيالة ونقول لي هاش معرفق اشكاة نعزفق اشكاة فيق المهم هي كتركز ورغم ذلك احنا في الدار كنا تردك شي كتوطق الله خلوني نقرأ ورغم ذلك الحمد لله وخذك شي كامل برافو لها الأستاذ اللي بغي يقرأ بغي يقرأ مفصل الله حراء والدية الدولة اللي بغي يقرأ الإنسان خصوه غير يركز الحمد لله ويتبع ولي ذاته ونقول له شكرا شكرا وفرحات العائلة دياله والأم ديال ان شاء الله والعائلة دياله كاملاء والمهمة جميع الطلاب الحمد لله والأستاذة دياله والمؤسسة دياله وقبرة المؤسسة دياله وصحابتها الحمد لله وبعد لك رأس كل يوم؟ وبعد الحل أفراد دراسي ورصائي أكثر ما يمقشن بأنهم تطعرين يقولوا در هذه والله هذه والله هذه اللي يتحمل المسؤولين في الحقيقة باقي مرقتي يعني واحد توجه اللي أنني غن نختاره يعني في دفعت لجميع المدارس اللي كيناو غن نحاول أنا ننججز جميع المبارايت والحاجة اللي نجحت فيها هذه الساعة ودجك عارب من على بره أنك تمشي على بره غادي لا ما كنظنش نمشي على بره قراف المغرب النصيحة اللي نقدر نعطيها لهم هي أن الإنسان يحاول أنه يوعي راسه براسه أنه يبحث للمعلومة أنه يحاول يتقف راسه بش ماشي أي واحد اللي جاء يعطيه متناشي حاجة يججره معه في الطريق يعني الإنسان يكون عنده واحد الخلفية بش حتي شي واحد ما يؤثر عليه بوجهة النظر دياله عندي عندي أختي كبر مني درت أخصص قانون كسقرة في الجامعة وعندي جل الإخوة دراري صغر مني عندي واحد الأخ في الثلثة إعدادي والأخ الأصغر في الخامس بتدائي نتكرو مرة أخرى على ما كنتنتجهه المدرسة العمومية خاصة بالنسبة لنا احنا في التانوية هنا مصباح الحاصلة على معدل على معدل بالجهة الطنجرة تطوان الحسيمة 19.15 وفي الشعبات ديال علوم فيزيائية خيار فرنسية تلميذة اللي كانت اعتزو بها هذه المدة من الثلثة من النهار للتحقق المؤسسات الجدع المشترك سنة أولى وسنة ثانية من بين المتفوقات المتميزات في المؤسسة ودائماً كتحصل باش نشير لأنها هي أول تلميذة حصلت على أول معدل في الجهوي المتحان الجهوي دونك على ما يفوق على التعطاش تاية في المتحان الجهوي دونك عند التعطاش في الجهوي التعطاش في الوطني إذن هناك تتعتبر تلميذة متفوقة تنوية حديثة العهد ولانك تزخر بواحد المجموعة للطاقات الهائلة وبدعم الأساسيد وبدعم الأطول إدارية وبدعم الأسار ديالهم كيتفوقوا كنحصلوا على نتائج متميزة لأننا كنا منتظرين نحن كنخدموا على هذا الشي نحن لا يأتي شيء من فرق يعني هذا مدة سنة ونحن كنخدموها ثلاث سنوات لأن المشروع ديال الباكالورية ثلاث سنة وكنخدموا على هذا المجموعة ديال التلاميذ وكنتتضروا منهم نتائج أنا كنت كانت نتائجة كنت نقول لأخذ نجيبه أول نقطة على سعيد الوطني وتفاجأت بأن هذه البنتات اللي يعاونها من مراكش اللي يسر اللي جابت تسعطاش تلاتة وخمسين نحن فخورين بها ومغربية نحن المدرسة العمومية نحن متفوقين الحمد لله وكنتشكروا هنا بدمناسة جميع الأطر الإدارية والتربوية والأسرة ديالة والعاملين على القرب والبعد فهذا النجاح هذا شكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد